اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسلت اليه ان لا يفعل ذلك وطلبت منه ان يعتني به فوجئ صديقي بطلبي هذا ولكن عندما ادرك اصراري على ذلك الطلب اعطاني الجروة لاعتني انا به واعيده معي الى المنزل كنت امسك الجروة الصغيرة بيدي كان شعورا لا يوصف كان الجرو جميلا ولطيفا ويلعث يدي حتى نصل الى المنزل اعتنيت به جيدا وشاهدته يأكل طعامه بانتظامه وعندما كبر قليلا اخذته معي الى الغابة ولعبت معه اصبح الذئب صديقي المفضل اتفقت انا وزوجتي على تسميته باسم تونغاس كانت جميع قلقا في البداية من انني احضرت ذئبا معي الى المنزل ولكن عندما اكتشفوا مع مرور الوقت كما ان هذا الحيوان هادئ ولطيف تغاض عن الامر وبدأ اطفالي وزوجتي في التمسك به واحبوه كثيرا نشأ تونغاس واصبح ذئبا قويا ولكن بالرغم من ذلك ظل هادئا وودودا مما جعل القرويين يحبونه ويلعبون معه في كل مرة يلتقون به في الصيف كان تونغاس يذهب مع اطفالي الى الغابة لحمايتهم ومساعدتهم على جمع الفطر والفواكه البرية وهناك كانوا يلعبون سويا ويستمتعون حقا بوقتهم كنت عارف جيدا ان اطفالي سيكونون بامان مع هذا الذئب المخلص كنت اصحبه معي دائما عندما اذهب للصيد في الغابة وكان خير مساعد لي ذات يوم خرجت انا وتونغاس الى الغابة لصيد السمك لكنني في ذلك اليوم كنا متاخرين عن المنزل حيث كان الصيد نادرا ولم ارغب في العودة الى المنزل خال الوفاة دخلت انا وصديقي الى الغابة لانني لم اكن خائفا من الضياع لانني ادركت سابقا ان تونغاس يعرف تلك الغابة جيدا وصلت الى بحيرة في الغابة واردت الصيادة الاوزة واعادتها الى المنزل في هذه الاثناء كان الذئب يتجول حولي حاولت الامساك بالطائر لكنني غرقت في الوحل كان جسدي يغرق اكثر فاكثر حاولت التمسك بالنباتات التي كانت على شاطئ البحيرة لكنني لم انجح حيث تمذقت النباتات شعرت بالذعر الشديد ولم يتبقى سوى بضع ثوان حتى يختفي جسدي تحت الوحل بشكل كامل مما يعني ان موتي قادم لا محالة كان علي فقط الحصول على المساعدة من تونغاس لكن المشكلة كانت انه ابتعد عني بينما كنا نتجول في الغابة ابتل عن الوحل وبدأ الهواء ينفذ مني ولكن فجأة شعرت بشيء يلمس رأسي وامسكته وبدأت في السحب وعندما خرج رأسي من الوحل وفتحت عيناي اكتشفت ان تونغاس قد احضر للتو فرعا وتسلق على جذع شجرة بالقرب من البحيرة وامسك الفرع بفكه ليستطيع مساعدتي بدأ الذئب يسحبني من المستنقع لكن المهمة لم تكن سهلة امسكت الفرع بيد اليسرى خلعت معطفي وحذائي بيد اليمنى كان هذا اسهل على الذئب تمكن من سحبي بعدها حتى امسكت فرع الشجرة وتسلقت عليه لقد فجئت بالعزم والمثابرة الذين كانا واضحين على وجه تونغاس الذي كان على سعداد للمخاطرة بحياته لانقاذي لقد احببت هذا الذئب واصبحت اقدره اكثر وبعد ما حدث فقد اصبح افضل صديق لي في حياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة